متر سباحة على الظهر وفازت بالمركز الثالث الميدالية البرونزية على مسافة الخمسين متر طارزي فاليري اللي راه تتواجد في الرواق السابع ممكن تحصلت مفاجعة معناش توقيتها ولكن هي ربما راح تصنع المفاجعة ونتمنى نعم نتمنى التوفيق لمرنيز وزيتوني مرنيز وزيتوني أنا شوفوا بالليل الفلسطينية راحت هي وزيتوني إن شاء الله إن شاء الله زيتوني تكملها وتجيب مدر يدها زيتوني أو نعم إذن بهذا السباق ننهي هذا النقل المباشر من المسبحة الأولامبي للمراكب الرياضي محمد ملود هدفي بوهران السباق ما قبل الأخير لنتمنى أن تكون فيه ميداليات أخرى للمنتخب الوطني الجزائري نتقي غدا إن شاء الله في اليوم الثاني للسباق ونبقى نواصل نحن التعليق على ما تبقى من المنافع المباشرانية هي لا يتقل في السباق يعني طلعت لها الفلسطينية يعني نظن باللي راح تدي ميدالية ثانية ذهبية فلسطينية يعني خلاص يعني ضمنت يعني هي ميدالية الثانية ضمنت الميدالية ذهبية الثانية لفلسطين لها بعد البحرينية نشوف ميدالية ثالثة بعد زيتوني يعني ما كس دالت نشوف ميدالية ثالثة لفلسطين في اليوم الأول يعني اليوم عيدا فلسطين بقوة 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 صلى الله يكمل بقوة يعني